السلام عليكم طلاب اتعرفنا في المحاضرة السابقة على المراحل التاريخية لتطور أنظمة التشغيل وذكرنا أهم أنواع نظمة التشغيل المستخدمة في الحاسبات في هذه المحاضرة سنتعرف على أهم الخدمات التي تقدمها أنظمة التشغيل وأيضا سنوضح الهيكلية الخاصة بالنظمة التشغيل بصورة عامة تكون خدمات نظام التشغيل على نوعين هما أولا خدمات تساعد المستخدم بشكل مباشر ثانيا خدمات مشاركة الموارد بالنسبة للخدمات المساعدة للمستخدم بشكل مباشر هي أولا واجهة المستخدم User Interface لكل نظام تشغيل واجهة خاصة بالمستخدم يتعامل من خلالها بالتطبيقات والبرامجيات الموجودة على الحاسوب وهناك في بعض نظم التشغيل أكثر من واجه المستخدم ثانيا تنفيذ البرامج من الخدمات الأخرى نظام التشغيل هي القدرة على تحميل البرامج للذاكرة وتنفيذها ثالثا عمليات الإدخال والأخراج Input Output Operation نظام التشغيل هو المسؤول عن القيام بعمليات الإدخال والأخراج للبرامج التي يتم تطبيقها من خلالها من خلال تنفيذ طلب الملفات أو أجهزة الإدخال والأخراج رابعا تشكيل نظام الملفات هناك مجموعة من العمليات التي تقوم بها البرامج مثل قراءة الملفات إنشاء الملفات حذف الملفات وكذلك الأدلة أو الفولدرات أو البحث عن الملفات وغيرها وجميع هذه العمليات تنفذ من خلال نظام التشغيل خامسا الاتصالات عملية الاتصالات تعني تبادل المعلومات والبيانات ومشاركتها على نفس الحاسوب أو على حاسبات مختلفة من خلال استخدام شبكات الحاسوب سادسا كشف الأخطاء من الخدمات الأخرى المباشرة لنظام التشغيل هي مراقبة النظام باستمرار لغرض كشف الأخطاء المتوقع حدوثها والقيام بتصحيحها حيث أن حصول خطأ ما في أحد أجزاء النظام قد يسبب توقف الجهاز بصورة كاملة ثانيا خدمات نظام التشغيل في تقاسم الموارد وهي أولا تخصيص الموارد يقوم نظام التشغيل بتخصيص وتمديد موارد الحاسوب من أجهزة وبرامجيات عند وجود أكثر من مستخدم يستعمل هذه الأجهزة أو وجود أكثر من مهمة عمل مطلوب تنفيذها ثانيا المحاسبة خدمة أخرى يقدمها نظام التشغيل وهي تتبع المستخدمين ومعرفة الأجهزة المستخدمة من قبلهم ثالثا الحماية والأمن يستخدم نظام التشغيل لحماية معلومات المستخدمين وعدم تقاطع عملياتهم التي تجري في نفس الوقت وهذه العمليات تشمل معلومات المستخدمين على شبكة الحاسوب هل سنجي الهيكلية نظام التشغيل الموضوع المهم الآخر بمحاضرتنا لليوم هو التعرف على هيكلية أو بنية نظام التشغيل تتكون هيكلية أو تركيبة نظام التشغيل من ثلاث أجزاء مهمة هي أولا النوات كيرنل وثانيا واجهة المستخدم أو ما تسمى بالغلاف يوزر انترفيس ثالثا نظام الملفات فايل سيستم تركيب نظام التشغيل من أهم طرق هيكلة وتركيب نظام التشغيل هي أولا التركيب البسيط مونوليثك يكون من مستوى واحد أو مستويين الميزة تكلفة الإجراءات الداخلية في النظام منخفضة بسبب كونها تقع في نفس المستوى أما العيوب صعوبة فهم نظام التشغيل صعوبة التعديل صعوبة الصيانة غير موثوق فيه ثانيا تركيب الطبقات ليرد في هذه الطريقة تكون تركيبة نظام التشغيل مقسمة لعدة طبقات وكل جزء من النظام يكون في طبقة مستقلة على سبيل المثال الطبقة الأولى وهي لاير زيرو تكون مخصصة للمكونات المادية وطبقة أخرى تكون لواجهة المستخدم الميزات وجود طبقات أدى لتسهيل عملية الصيانة أما العيوب لا توجد طريقة واضحة لترتيب الطبقات نواة نظام التشغيل هي الطبقة الأولى من البرامجيات التي تحمل للذاكرة عند إقلاع النظام بدء التشغيل وعن طريق النواة يمكن الوصول لخدمات برامجيات النظام والتطبيقات ومنها جدولة المهام وإدارة الذاكرة وغيرها النواة كيرنال ماذا نعني بالنواة؟ النواة هي عبارة عن برنامج صغير يتم تحميله في الذاكرة عند عملية إقلاع النظام هذا البرنامج يحتوي على تعليمات تسمح للنواة بما يلي إدارة الأجهزة تخصيص الذاكرة عمليات النظام وغيرها ويمكن تعريف النواة بأنها حلقة الواصل بين مكونات الحاسوب المادية وبرامجياته والتحكم بمصادر الجهاز ولأهمية النواة يتم تحميلها في منطقة محمية في الذاكرة مع العلم أن نواة الذاكرة في هذا التركيب تكون صغيرة جداً وليس فيها إلا الوظائف الأساسية أما الوظائف الأخرى فتحمل في مساحة المستخدم وتكون وسيلة الاتصال بين مساحة المستخدم والنواة عن طريق الرسائل الميزات من السهل توسيع النظام ثانياً النظام أكثر ثقة وأمان العيوب الاتصال بين مساحة المستخدم ونواة النظام عملية مكلفة رابعاً تركيب الوحدات أغلب نظم التشغيل الحديثة تم تركيبها بهذه الطريقة بحيث تكون النواة الأساسية في المركز وبقية الوظائف متفرعة منه ورغم تشابه هذه الطريقة مع تركيب الطبقات إلا أنها أكثر مرونة وكفاءة الجزء الثاني من تركيبة نظام تشغيل الحاسوب هو واجهة المستخدم أو ما تسمى بالغلاف أو القشرة وهي واجهة المستخدم المرئية لمستخدمي النظام وهي برنامج خدمي يعمل في الطبق العليا من النظام وتوفر للمستخدمين إدخال الأوامر والوصول إلى نظام التشغيل فوائد واجهة المستخدم أولاً واجهة المستخدم للتعامل مع الأجهزة والتطبيقات ثانياً عن طريقها يمكن الوصول إلى خدمات النواة ثالثاً بواسطتها يتم تشغيل التطبيقات والبرامج رابعاً استعراض محتويات الأدلة أو المجلدات فيما يلي أنواع وأشكال واجهات المستخدم أولاً واجهة الأوامر النصية CLI Command Line Interface أقدم الواجهات والتي تعتمد على كتابة الأوامر بواسطة لوحة المفاتيح ثم تلقي الإجابة من النظام وهذه الواجهة لا تدعم تنفيذ المهام المتعددة ومن نظم التشغيل المستخدم لهذه الواجهة MS-DOS ثانياً واجهة المستخدم الرسومية GUI Graphical User Interface توفر هذه الواجهة صور وآيقونات تسهل عمل المستخدم وهي الأكثر استخداماً وهذه الواجهة تستخدمها نظم التشغيل Windows, Unix, Linux ثالثاً الواجهة الرسومية القابلة للتكبير ZUI Zomable User Interface هذه الواجهة لا تستخدم النوافذ وفيها تكون جميع التطبيقات قيد التشغيل ولكنها تكون مصغرة على سطح المكتب وعند النقر عليها يقوم نظام التشغيل بتكبيرها وعند الانتهاء يقوم بتصغيرها ومن أهم التطبيقات المستخدمة لهذه الواجهات هي Google Earth, Google Maps File System نظام الملفات الجزء الثالث من تركيبة نظام التشغيل هو نظام الملفات وهو عبارة عن الطريقة المستخدمة من قبل نظام التشغيل لتخزين وإدارة البيانات وظائف نظام الملفات أولاً معرفة الموقع الفيزيائي للملف على القرص الصلب ثانياً حفظ أو معرفة أسماء الأدلة المجلدات والملفات ثالثاً تحديد المساحة الحرة والمستخدمة من إجمالي مساحة القرص الصلب أنواع نظام الملفات أولاً نظام الملفات ISO 9660 المستخدم لتنظيم الأقراص المدمجة ثانياً نظام الملفات على جدول تخصيص الملفات FAT ثالثاً نظام الملفات NTFS للأقراص الصلبة المخصصة لنظام التشغيل Windows رابعاً نظام الملفات Linux